بالتأكيد يا فارس ولكن ايضا محتاجين من كارلوش كيروش ان يكون عنده زي ما صحح المنظومة الدفاعية وبدأ يكون منتخبنا صلب جدا لدرجة انت خلاص بينا عادين بنتفرج ومقتنعين تماما ان انت قادر تصل للمبراء وشباكك نظيفة دي نقطة مهمة جدا ومجهود يعني مبزول من المدير الفني واحنا دايما بنقول على الاجبيات وايضا بنقول على السلبيات وجهة نظري ان فيه عندنا مشكلة في الشق الامامي في الجانب الهجومي في تطوير التحولات من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية مش شايفين بترن مش شايفين نمط لمنتخب مصر في الحالة الهجومية اللهم الا بعض الالتحامات الهوائية اللي كان بيعملها مصطفى محمد وتحول امر لفكرة القوة ومحاولة الفوز بالكرة التانية السكن دي بول ونلعب على صلاة نتمنى يكون فيه درس مستفاد لكيروش من البطولة العربية والبطولة افريقية وانا هنا عايز اقف عند نقطة كنا متكلمناش فيها بعد مرات الكاميرون انا وفارس نقطة تغيير كابتن محمد شريف وقلنا هنبقى مع المدير الفني وهندعم المدير الفني والاحصايات بتقول ان محمد شريف من ضمن الحداشر اللي على ارض الملعب هو اللي اهضر اخر رقلتين ترجيح واحدة مع منتخب مصر في البطولة العربية واحدة مع النادلالي في السوبر المصري وبالتالي بما اننا خلاص وصلنا لديها 120 فممكن تلعب رقلة ورقلة مش عارف الدنيا ممكن تمشي ازاي فالتغيير يكون محمد شريف لانا انا مش هقترب من المنظومة الدفاعية فاستقبل هدف امام الكاميرون في اخر ثلاث دقايق فقررت ان انا اسحب شريف انا من وجهة نظري المعالج للامر ده كان كيروش نفسه ليه لان كيروش نفسه في فكرة الحضن والاعتذار الضمن اللي بعد المباراة كان المفترض عشان يقول لي شريف انا بسك فيك لانه هو الطبيعي لما بشك شريف اكسرا تايم مرتين فانا بسك فيك مهاجم لما بشيله بنازل زيزو فانا بسك في زيزو كمسدد لرقلات الترجيح ومسدد لرقلات الجزاء فالمفترض من وجهة نظري الحضن ده كان يستمر دوافع ايجابية النهاردة كامل احترام طبعا لمروان حمدي لنازل النهاردة وسدد رقل الترجيح ولكن انا المفترض ادي لشريف وقت اكتر من كده لان هو ده اللي هيخلي شريف يستشعر ان المدير الفني وصق فيه فكرة ان يكون افضل مهاجم في مصر وهداف الدور المصري حتى هذه اللحظة يا فارس ما زال بينزل مع منتخب مصر عاوز يزبط اولا للمدير الفني ان انا قادر ان انا اشارك او ان انا لعب دي بشوفها ضغوط واعباء نفسية بتخلي الامر صعب جدا يعني تخيل مروان حمدي كان برا القايمة ومحمد شريف كان جوا القايمة تمام مروان حمدي لعب عدد دقيق في البطولة دي اكتر من محمد شريف مروان حمدي لعب 66 ديئة مكرنة ب54 ديئة لمحمد شريف هنا لازم اقول فيه مشكلة وعلى كيروش ان هو يعالجها لان كيروش من وجهة نظري خسران مهاجم مميز جدا اما محمد شريف بقول له انت لازم تكون صلد انت لازم تكون واثق من نفسك انت بتلعب في نادي كبير اسمه النادي الاهلي انت عندك تحديات كبيرة مع النادي الاهلي احنا محتاجين نشوف محمد شريف في كأس العالم للاندية بشكل مغير وبشكل مختلف لان احنا واثقين في محمد شريف وعندك مدير فني واثق تماما في محمد شريف وجماهير بتدعم محمد شريف فلازم تكون كمحمد شريف واثق بشكل كبير جدا على اي تحدي وتقدر تثبت للجميع ان انت من اهم وافضل مهاجم كرة القدم المصرية لا في الحتة دي بقى انا متفق معاك بس عندي حاجة كمان احيانا ممكن تيجي تقول ان كيروش عنده دواقع الفنية اللي طلعت صح بانه هو اشرك لاعبين وكان لهم الافضلية على حساب شريف طب ده حصل لا وهنا المشكلة الكبيرة انا ما عنديش مشكلة ان انت يكون مدرب عندك افكار او شايف ان شريف اللي كان من اكتر اللاعبين اللي سهموا في اهداف للمنتخب قبل ما انت تيجي كان عندهم بعض السلبيات ما عنديش مشكلة بس اشوف ان انت 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 في دور المجموعات احنا بنسجل هدفين قدام الفرق الكبيرة كلها احنا مسجلناش اهداف باستثناء امام المغرب قدام كودفور لم ننجح في التسجيل قدام الكاميرون لم ننجح في التسجيل قدام السنغال لم ننجح في التسجيل قدام نيجيريا لم ننجح في التسجيل إذن أنا عندي مشكلة هجومية في منتخب مصر إذن أنا عندي مشكلة في إنهاء الهجمة إذن أنا عندي مشكلة على إطار إنهاء الفرصة كل الكلام ده حاصل طيب لو أنا شايف إن اللي بيلعب بيجيب مردود هقول تمام كروش مكمل وجهات نظر المدير الفني تحترم إنما أنا شايف إن ده ما بيحصلش إذن فكرة عدم حصول شريف على الفرصة المصطحة حقها وحط تحتها ميت خط لحد دلوقتي مع كروش هي سلبية كبيرة جدا 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 والله ما بنقولها حرصا على شريف بقدر ما هو حرصا على المنتخب ولو كروش هيطلع من التجربة دي ويعيد حساباته هيعرف إن المباراة الوحيدة مع المنتخب الكبير اللي تفوقنا فيها ومباراة المغرب بأهداف كان محمد صلاح فايق فيها باستثناء كده إحنا ما بنجيش هجوميا ودي مشكلة كبيرة جدا أتمنى أتمنى كروش يراجع نفسه فيها لأن شريف فعلا يستحق وشريف ما كانش يستحق يخرج بالشكل اللي خرج به ولكن تقبلناه في وقتها عشان دي مصلحة منتخب مصر ومازالنا متقبلينه ولكن اللي إحنا مش متقبلينه إن يتم إبعاد اللاعب بالجاب ده عن منتخب مصر ومن منتخب محتاجه وزين منتخب مصر